أنا في لسكاوت لسكاوت نقعد ونحافظوا على التقاليد متاعنا وقتل يكون موجود أحمد عدالة زادة كيف كيف من العشب أن نهزوه للشبين وعندو زوزة سامية مزيانة برشة نجم دعاون المتخبات الوطنية كيما العاد صحابنا وإخواتنا في الإتالان تونيزيان أتحفونا بزوز مواهب مرادية في مواحد كان خالو هاك يتسمى معنا ولدختو هو ولدخو 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 عمو هو خالد السعيدي جناح الملاع بهذه جناح أيمن ومهاجم رأس حربها اسمه أنيس السعيدي مولود في جنف 2008 قائد فريق فلادلفا يونيون في الولايات المتحدة الأمريكية يلعب في اليكيب أقل من 17 سنوات كيف سور كلاسي يلعب في كاتيجوري أكبر من عمره أنيس من أبرز المواهب السعادة في كرة قدم الأمريكية ويتمتع بمواهب استثنائي ومهارات مميزة وشاهم بشكل كبير في نجاح فريقه لعب عم ناول 26 مباراة وسجل خلالها 25 هدف اسكندر والموسم الثاني على توالي هو أفضل هدفها في الدوري الموسم هذه لعب زم مباريات وسجل ثلاث هدف لكن المعلومة للحق يزن نردوا بالنا منها اللي هو تم الدعوة لتقمص قميص لمنتخب الأمريكي 15 سنوات واللعب أقل من 15 سنوات ولعب خمسة متشوات كقائد لمنتخب سجل خلالهم هدفين وقدم زوزة مرات حاسم يعني كان حاشتنا به يزمنا منطو أن يخدم علينه لعيد هدفية تبارك الله حتى تصاوى تشوفوا فيهم جبارية تفل تبارك الله عليه اسمه أنيس السيكي هو تصوير تمتع كوارش جاي معنا جاي معنا السيف هدفية ديسامبر دهالي اللي فات جاي معنا عمل جمعتين ولا ثلاثة في البرجع في البرجع حتى حكيت مع الانترينير تعالي سبوار ما شاء الله علي إن شاء الله نستغل له ما يلزم يكون موجود معنا شكونا لسم الثاني الملعب الثاني هو رامي لكتاري موليد 18 فيفر 2007 صيل ولاية نفسها يلعب في جوهات إيجلز في الدورة الدرجة الثانية الهولندية لتحت 18 سنة واجتاز بامتياز اختبارات المنتخب الجهوي الهولندي في جوان الفارت كقائد فريق وسجل حضوره هذا الأسبوع من المنتخب الهولندي لتحت 17 سنة وهو ما يخلي نتأكده كانوا عنده إمكانيات بدنية وفنية عالية وبدأ رامي تكوينه القاعد في فكرة القدم مع نادي أس فييل لليستات ولعب الموسمة ذي خمسة مباريات وعطاه أسيست من أهم خصاله هو صلابته الدفاعية وتفوقه في السراعات الثنائية إلى جانب تمييزه في التهديف بالرأسيات حسب المعلومات اللي اعطاهوه مننا أخواننا في لطالن تونيزيا هو وسامة علق على السعيد أنا بشنا نعلق على الكتاري خاطر ويلد منطقتي مدام الكتار وكتاري وقفصة من نجم كنا نحكي عليه تحية ليه والقفصة والكتار وكل ربوع هذا البلد وكل الشبان متاعنا الموجودين خارج تونس إن شاء الله يا ربي نلقاوا فيهم كل الكفاءات اللي تكون موجودة واتعاون المنتخب الوطني تونسي هما عندهم عندهم الرغبة بشيكونوا موجودين إن شاء الله يا ربي نخدموا خدمتنا كيما يلزم مش نشتقبوا أكبر عدد ممكن من اللاعبين للتوينس إن نركز ونسطر برشة مرات على كلمة التوينس بشيكونوا موجودين مع المنتخب التوينسي